مازلنا متواصلنا معاكم في الكابوتشينو مازلنا مش نحكيو على المقاومة مش نحكيو على المواقف الاممية واليوم الولايات المتحدة سوفيا في مأزق كبير الكيان السهيوني من اول الدنيا هو في مأزق كبير اليوم الامم المتحدة يضر يماشي في منحة اخر تعاطف عالمي قاعد يصعد يوما بعد يوم خاصة بعد الصور اللي مش نعرف شفناها اللي قام بيها الاحتلال الصهيوني وشفناها تجريد الناس من من ثيابهم يعني صور الانسانية في ابشع حلة اه والمجازر اللي صارت هذية تاريخية لم يشهدها التاريخ من قبره هو حتى كان يشهدها قبل ما كانتش حاضرة في المواقع الاجتماعية كما التول لانه حرب فيتنام وحرب الجدائر او اه معناها اه ايبادات لما يسمى بالهنود الحمر هو الناتيف امريكا ذا الامريكين الاصليين او كذلك اه العبيد اه لما كانت العبودية اه وهزو مئة مليون ومئة مليون ومئة عشرين مليون تولسوهم للركانك ليهم ما كانش موجود الان الحق اولا وقبل كل شيء سمى حاشين اولا وقبل كل شيء موقع الاجتماعية تتبع الشعوب اه لانه معاها هذي ما يسمى بالعولمة والات المعلومة معاولمة وبالتالي الشعوب ما يسمى بوسائل الاعلام التقليدية ولا تعندها طريقة تعبر فيها وتشوف انت اليوم حتى الثحافيين حتى في غزة يستعملوا معناها الاي واتش واستعملوا كذلك سناب شات واستعملوا الاكس معناها تويتر السابقات والفيسبوك وغيروا وبالتالي هذه خارجة على نتاقهم ثانية حاجة الصهاينة رجعوا الى المربع الاول وهو المربع الديني والمربع الديني اليهودي الاولي اللي هما ما يسمى بالدولة متاحة يعني هما حتى الناس ما يمنوشوا بربي قالوا ربي كيما بنقولون كان انسان معنوشي حتى عاقيلة دينية لكن قال ربي وعدنا بارض المعاد رجعوا الى سفر التثنية والنصوص المؤسسة متاع جابوتنسكي ومتاع مزلس هاس ومتاع كذلك مختلف المناظرين للفكر السهيوني منهم تيردول هلجل اللي يقولوا يجب قتل اطفال يجبوا ابادة هذه الشعوب العمليق هم الفلسطينيين الجباليين يحكي عليهم قالوا اي موسى ان فيها قوم الجباليين هذي كان موجودة عندهم هما العمليق يجبوا ابادتهم وابادة اطفالهم وغيروا على فكرة سيدة موسى في الاسلام ليست فهيدة موسى في العهد القديم سيدة موسى هذا القديم يختل اللي جارب عميت واحد وجاء المجمعات وقالش فيك مقتلتوش الاطفال الذكر ليزو التقضي وعليه وغيره في التحريف متاعهم لي الكلام ربي هذا اشي يقولوا وبالتالي الناس الان مكتع تسميش حاجة اقوى من الصورة انتي نفسك معناها لما بش تستلع عبدالدارك تحذر روحك وتقولوا مرحبا وزرقنا البركة وتحطلوا تايمن تبداش تبداش عصبوصا قاب تاريره حتى تبدأ انتي يمتك في خلاف حول الميزانية والحول الولاد ولا مسألة الشخصية كيجي الاخرى تولي وتتبثموا يعني الصورة دايما مهمة جدا كيفاش تقبل العباد نحن نقول ورب يعطيك لقبول ومحبة الرسول يعني كيفاش تقبل العباد مهمة جدا تسوق الصورة كيفاش تقبل الصورة اليوم الناس الصورة قلبت ولت الناس اللي قادرين يشوفوا فيه لانه قبل كيكانوا مثال فرنسا فرنسا مثال استعملت طائرات في الذهيبة في تونس سنة تلسة مية وستاشتاني مرة تستعمل في العالم استعمل تلسة حال كيميوية في الذهيبة كذلك في تونس في ثورة خليفة بن عسكر اللي هو التونس يليبي كان الخبر يوصل بعد 14 يوم الى الجلائر وبعد جمعة ولا جمعتين لما تلك هاش في الجلائر يوصل لنواب يبدو يناقش في مثل توا استونتاري يعني البالح لما يشدوا الفلسطينيين ويجلبوهم من حويجهم كما كانت تعمل داعش ويخليهم على في ملابس داخلية بما فيهم صحفيين وبما فيهم تواقم طبية كل ما هو شاب يعني كل ما هو قولوا تفلوا بلغ عمره 15-16 سنة حتى للشيخ كبير حتى عمره 60 سنين 60 سنة يشدوه ويعملوا مذكرة والتي صورة بتوصل في لحظات المعلومة الان في خمسة ثوانية دول العالم اجمع قبل كانت تقعد لربع تاشتينيون بش توصل من الهند الى بريطانيا مثال وبالتالي في عصر الثياب المعلومة والتي الناس تكتشف على المباشر هذه الاهداد اليوم سمى انقلاب سورة كبيرة خلى وانه انتونيو جوتاليس وامين عام الأمم المتحدة جبد الفصل 99 من شرعة الأمم المتحدة وهذه خلى العرب وصهاينا كما قال جريدة الشروق اليوم في حالة معناها من ضعب حرج عربي وورطة غربية وغضب الكيان قالوا كيفاش تستعمل؟ هو هذية التسعة وتعين يقول الان صمى خطر داهم وبالتالي عام الأمم المتحدة يقول كي نمشيوا للتسعة وتعين نمشيوا لمجلس الأمن وقلت لها قالهم معناها يلزم بش تصير معناها ازمة انسانية كبيرة وبالتالي انفعلوا الفصل تسعة وتعين لانه بلغ سيلو الزباء جاول السرييد هي القلب السرييد قالوا لها الامريكان ايش بش تعمل قتلهم فصحة بش تدوم جمعون اقضارهم قالوا ايش تعم في جمع قتلهم بش ناحي قريرة حماس نخترهم وننشدهم وننترهم وتتولى هي الوضع المني فيه وبش نسيطل على الانفاق وبش تحضر الاسرة طوع عندهم شهرين واش بعملوا حد شيء وبالتالي قالوا الهاي يا باهي نزيدوك الآن فهموا ان رأي العام الامريكي والأوروبي دار عليهم والثورة الفلسطينية والمقاومة اللي حققته في الشهرين هذو ما خطر فيهر الول بشهر الول ما عمتوش في سبعين سناء يعني ولا يظهر الهولوكوست هو الفلسطيني الآن كانت تقول الهولوكوست هو الفلسطيني النكبة الشواه هو الفلسطيني والنازي هو الصهيوني ما نهت قلب التصوير بشكل كبير وسقطت برامج كما على الدين على طبيعة الفكري مع انه خب صحفيين كتاب وغيرو وتكفلوا بها كذلك دول الخليج هاو ايجا سي سوفيانوسي محمد هشري عملوا اي محاولة وحطوا فيها اكسي غريك زاد شكلي شوكلاتة وعتيك جايزة وتولي انتي تقول هاو ناخذي جايزة دولية كبيرة ما نعم كله بالاجل السلام الكله هذائي بالاجل السلام وتفضوا على الكيانة الصهيوني تشوفوا واحد كما خالد زيدان وما أدراك كنا نحترموه يعني في النخل قال شو معناها يقولوا شعب الجبارين وشو معناها ما يحكيوش على السودان ويحكيوش كنا على فلسطين ومن بعد مشاي جي معني فتت قال اه يا ناش روى دبي فيها نهر وهذا شي عظيم انتي انت ابن النيل اعظم نهر في التاريخ وفي العالم صانع على الحضارات اننا مصر هيبة النيل انا اول درس قريبت وانا صغير تخللنا اوستاذ سبتي في بداية السبعينات بعد ماخذينا الشيزيام وقال اننا مصر هيبة النيل فصل هذا القول انت تفجعنا قال هيرو دوت انها مصر هيبة النيل انتي ولد النيل توجي تحكيلي فبتي على على نهر ارتفيسيال عاملينه في الصحراء انت ابن مصر وما ادراك تقول انتي ولد تونس ولا ولد مراكش ولا ولد تلمساني ولا ولد دمشق ولا ولد بغدال تحكي عزيت وانتي ولد الساني والله بالضبط تقول تصور انتي معناها تقول انتي ابن معناها الزياتين وابن منطقة هنا من منطقة الساحل العظيم جيت قولي يا سيسي فيان لاني كشفت زيت الزيتونة اياه ما بدي ونقول لك اه ولا ياخي انتي مش ولد هذي المنطقة وانتي ولد الزيتونة تربيت معها وابلي حالة عينيك يمكن ابوك يقول لك الزيتونة مقدسة ما تضرب هيش تعرف الساحل مثال كانت شد عصاة وتضرب الزيتونة يقتلوك العبير ما يقبلوه الساحل ما يقبلوهاش انا كنهار متعدي وشوفي واحد يضرب في الزيتونة وقفت بالكرمة في مولانيك قلت له ما بفضلك قال لي يا ملكي انا ملكي قلت له هذي ما تعمليهاش قلت له وراي الناس قبل كانوا يجمع وتعرف الساحل كانوا يجمع بالسوانة مهم اللي قلونا بتاع المعيس حتى الخرباشة ما يستعملوهاش صح قلت له ما بفضلك قلت له وراك تقتل فيها الزيتونة قد يغزل ليه ويقولك شو بيه هذا مضبع وهد فيه وعط قلت له ما تضربش يا شجرة كيك شوف معناها القيب اللي تتوالث اب عن جد انا جد ملتي من مهدية كانوا يقول لهم والله لما يجيكم بالنهار الزيت يقول لهم بحافظة ليه ما يجيكم بالنهار لما تستاقوه ذكر لي يا ساعة تقولي والله قل لي لو جدي كان يقول هكا كان يقولنا والله الزيت لما يجي نهار تشتاقوه لانو عندهم الزيت في المهدية الفرق ما بين الناس هذوك والناس ومن يدعونا انو منو خبل اليوم الناس هذو ما كيتكلموا وتكلموا اه حقائق تليفية حقائق وتكلموا بعفوية لماذا لان الارض هي العرض واللي ملتبط بالارض بالتجموش اما الاخر ملتبط بصفارات ولا ملتبط بجمعيات ولا ملتبط بممظومات فاكرية اموال عصبيات واموال كلها ما صالح تقول له زيتونة ونخلة ما نتنجم انتي تمشي للجريد وتدي على نخلة هاو عنا شكوس انا صغير انا صغير بالكل والله بابا لا يلحموا الشق في كربا تسمى واحد معناها قاعد يقوم باموره الطبيعية في حقل شدوا عندوا بسكليت قالوا والله من غزهالك البسكليت وامي انت فاكل انا صغير عمني جي عامين ثلاثة وامي تقولوا يسي الحاجة ورب يسيبوا لاجن قالها معناها هذا هكتة ويعمل معناها لبزوانة ويلانة متاعش ويقولوا شكل ما اخرى في القمع قولك يعرف رب ويعمل كذا وكذا قالها هذا ما مش بعقول والله فاكلوا بسكليت وانا صغير بالصور للولا الذكرة في حياتي قالوا بالحرام نفوك هالك قالوا قالوا بتحشي مش قالوا ذكي يكلوا لعبات تعب الانتهاك فاهمتي مش واريك لاش قبل كذا شكالت ولكن زي بس واريك انا نحن احنا انا نتوا انا نبدأ نحوص نقى ورقة متايشا هزها لاني تعلمت وانا صغير وانو الورق مقدس حتى مكتوب بنغة اجنبية فاهمتي الورقة حاجة هي صحقة فذيكت كتبت فيها الكلام ربي وانا بخلاف عنا بالعربية ما قال حد لحد لديكا لغة الحسر واللغة الاله واللغة معناها الانبياء بالتالي اليوم سبق يم وهذا المهم اسرائيل شخسرت لحكيوا العشرية السوداء فاش خسروا والعبات ذي تخبوهم اللول علاش قالوا هذا ما يخافوا ربي وذو ما مفتهدين من بعد شافوهم بل يستكرش وليستغنوا ولي ولا ادارة ظاهرة حتى لقواعدوا اللي رموا بهم معناها حطب للحروب متاحهم ولو خسروا المنظومة القيمية كيما البو كيتيح في العائلة ولا شيخ الطراب كيتيح في العائلة يقول لك إذا كان هو إذا كتاح شمازال وعلى الدنيا السلام خسروا هذا اليوم الشعب الفلسطيني غيروا خطر احنا نكوننا مصابين بأحباط والكلنا لما نشوفوا السوال والفيديوهات نمرضوا والكلنا كذا أنا ماتلي لو رحت لبالح الدار قتلي شروا سرى الأخبار قلت له هكو قلت لي زعم قلت له والله تروا تشوف قلت له ياما جاي بش تكون حاسمة والمقاومة عندها سواليخ جديدة ورج سمدت بشكل كبير هكا معناها شفت عينيها تلمع عليش خطر إنسان ينتظره في خبر يعني كل المعلومات اللي تشوفها والوسائل وسمع لي مواجهة كما العربية وغيره يعني يحكي كما العنام السهيوني تحبط العذاب وتخليك معناها مديقوتي كاله بشتير مشي تعمل قهوة تكون فكارية نعم في قهوة نخر قادي نسلكوا فيها حي في فلسطين فلسطين دوقت المنظومة القامية تبدت والمنظومة الدولية الآن تبدت والمنظومة الرسمية العربية رقا تروحها في حدر شديد تجاه رأي العام امتاحها اللي قاعد يقول لها احنا العرب احنا مسلمين ما ننظرش له ناس فين انتش بتنختموهم زاوية النظر في حدد هي زاوية النظر تغيرت عند الشعوب على الأقل منحكيوش على المنظومات واللي ساهم في التغيير هذي هي السوشال ميديا بأنواحها كيكس والإيكس والفيسبوك بتضييقات وإلا بقية وسائل التواصل الأخرى صحيح رغم التضييقات لكن الصورة قاعدة توصل اليوم ما مش حكيوه في الموضوع اللي طرحناه بكري والعنوان اللي طرحناه بكري في وسائل الأعلام ما بين التقليدي والحديث اليوم ما وكأننا نعطيوه في شرعية احنا كعلمونا قررون لما نعتمدوش وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومة ممكن تكون خيط تبدأ بها البحث متاعك وتقوم بالعمل الصحفي اللي توصل للمعلومة لكن عمرها ما كانت مصدر اليوم بلقى روحي أنا مضطر أني نصدق صورة افتراضية صورة جيلة مواقع التواصل الاجتماعي ربما لمصداقية الأشخاص اللي خاديني يبعثون فيها ورغم اللي ما عنديش مصداقية كبيرة في المنصة في حد داتها ولكن ما فهمش علاش يصير فاهر وتوش لكن اليوم في المقابل نلقى الإعلام الكلاسيكي كما حكيت أنت أعطينا العربية تعطي ماشية في منحة وماشية في إعلام موجهة مية بالمية الجزيرة اليوم اللي هي تخدم نوعا ما أنا لحقيقة تتزمت أول مرة شوف في قناة الجزيرة تخدم ضد الخط القطري أنا نشوف فيها تقريبا ربما لجانب إنساني بما أنها فقدت العديد من المراسلين متاحها فما جانب إنساني كبير أنه مكتب الجزيرة مهدد لأن الجزيرة تخدم ضدها حتى على الصحفي وغيره ربما ميلة شوية هربت شوية على الخط الحكومي اليوم هالخط التحريري هالكلمة هذه أنا لحقيقة من نهارة اللي علموا هالي ومن نهارة اللي قرروا هالي وأنا ما عنديش بها قناعة أخذيت هكا معلومة وليكا من نجمش نقتناع اليوم الحق حق والباطل باطل اليوم القضايا العادلة ما تطلبش الحياد اليوم كنا نحكيه على الإرهاب ما يجب نش نكونوا حيادين اليوم ما كنا نحكيه على المافيات وعلى العصابات الي تحب تفك القوة بتاع الشعب التونسي ما يجب نش نحكيه بحياد اليوم ما كنا نحكيه على الناس تهدد أمل العباد والبلاد ما يجبش يكون حياد في الموضوع هذي يعني موضوع الصورة في الإعلام التقليدي في علاقة بالخط التحريري هالي الكلمة هذي في حد ذاتها لازم تتنحى من معاهد الصحافة والله يشوف انت لو تحديلك عجبني ياسر عليك خطروا انتي انسان قاعد تشوف المهنة بتاعك وتشوف المهنة الان لا تفي بتعهدات على مستوى كوني في قضية عادلة وانسانية بقطع نظر على الانتباءات كما القضية الفلسطينية في حين انه هذه القضية اخذت قداسة جديدة وبهر الجديد وتعاطف كوني رهيب عن طريق التوصل الاجتباعي انا دايما كنت نقول ونعمل في الوحداشة الفلسطين اشكلم يا ولادي احكيه ولا زور مزمسين شو سولوجيا الميديا انا عندي ثمانية وثلاثين سنوية عندي بتاقطع حافي محترف شو نهار ولا زور الوقت برقيبة ما نعمل انسان ولا نقدم وحظرت على كل شي شفت كل شي والثانيين احكيه ولا اقتصاد الميديا اليوم هذا يطرح تساؤلات كبرى هل الميديا الكلاسيكية انتهت كما مثال انتهت الرواية الرواية معتش قبل كانت الرواية في قبل تاشع عشر هي كل في اوروبا الان ولا السينما والصورة اكثر يسافر حتى من سوسا التونس من صفاقص التونس من الكاف التونس اه ولاد قام حدري يجيوا بالحصان وما يجيوش الشيخ الترابي يجي في كاروسا ما يجيو راح طعم فهمتي التقلة العباد الى الصيارة الى المكلنة حاجات جديدة قبل الحرص كان بالجمال وبالبقرر وبالبغلاء وبالجاموس طوال الحرص بالتركتور كناديان وفنيورا وبوثلاثة ومختلف الانواع متاع الحرص يعني اليوم نترحوا التساؤل كبير انا نرعوى انه الاعلام انا الاوان وانه يفهم معادش هو ذلك المعبد الذي يكتسب المعلومة ويكيف المعلومة ويكيف رأي العام هناك اعلام جديد واعلام بديد يجب ان يتأقلم الاعلام الكلاسيكي مع الاعلام الجديد ما يقاشي في قبل الكرد العلام يستنع رأيي ما عادش انت روماند بي بي سي هم ادراك مدرسة الكبرى سقطت بي بي سي معناها بنحكيوش عالسيانان وغيرو انا نذكر في حرب الخليج لولا كانت موجودة سيانان وسيانان قبل مكتع في التونس يتعدى واحد هكا يبدأ مائل ويتفخر ويتقدر يقولوا يكذب ولا يقولوا له سيانان وكان بيتر ارلنت وبيتر ارلنت هو نفسه الوحيد اللي كان موجود في بغدان ثم تم ترضه بيتر ارلنت والسيانان لانه قال ثم فضاعات قال يتكبوا فيها الامريكان في العراق وقتها جاءت الام بي سي وبدأت تظهرهم بعد جاءت الجنزيرة وغيرو اليوم اكيد جدا تم مسائل يجب ان تطرحها ايه لو انت كمثقفين نفهمها لانو انا كي نجي نشوف اديو بونابارت فيلم يوز شهين نفهم ونوز شهين الزاوية بتاعه وقال بونابارت كان مستعمرا ولم يكن الرجل خير ولكن نقراه التاريخ نقولوا هذه فكرة الانوار هي فكرة حملوها كشعار من اجل استعباد الشعوب اللي اعتبروها الشعوب البربارية اللي بربار فهمتني وهما الشعوب المتقدمة واحنا لسوفاج واللي فينا يدخل في القلب يسميه ربو سوفاج هاو كانت يا انجون سيفيليزي نحاول مدارة تقليدية وعملوا الملسا فرانكو اراب وما بعد كلملسا فرانكو اراب بدأوا يقرأوا التوينثا وتخدوا منهم جاء واحد اسمو كارنييل يكتب كتاب اسمو الهيجين تمردوا يشتقل لهم على خاطرهم وليو الطب وليو محامين وليو ضدنا ويخذوا ما بدأ ورسو وفولتار وثورة فرانسية وتولي ضدنا في الثورة الجاية بيشترقها جماعة الخلدونية وجماعة الملسا فرانكو اراب على نفس الحركة وذلك اليسار ساعد عمد سمي واحداش في انكفاظة الترامفاي واسناش واحداش في انكفاظة الزلاج يعني السيخ الجاوس والنخلي وعلي بشعب واخوه وجماعة ذوكا وساعد بيرون دونك اليوم بحق نطرحوا مسألة كبيرة اليوم كان مش تاخد انتي تومي على ماسكي خيفي بالك هو صهيوني صهيوني لكن كيفهموا انه الطيار الجاية في العام العالمي وانه مع القضية الفلسطينية عملوا ديلاسات قالوا 95% من الخبرية هي لصالح فلسطين و5% لصالح الكيان الصهيوني يعني كتجي انتي لبالح كبا رئيس باكران لبتي واحد من اصدقائي سيعيسام بوالتور بعثت لي بانفاجة الحربة مهمة جدا يعني شوف سيد المسيح عيادة متاع ميلاد سيدنا المسيح معناها 25 ديسمبر والكنائس مهزومة والكنائس مضربة وثالث اقدم كنيسة في الشلق الاوسط تحطبوها في غزة كنيسة المعمدان يعني سيدنا يوحن المعمدان وهو البالح يشعل في معناها شمعة هانوكا في قصر الاليزي هذه فرنسا اللائكية اول واحدة متاع احتفال اليهودي بهانوكا بيسود حتى عندي اذيقاء يهود هنيهم أنا بهانوكا انت كرئيس فرنسا اللاهيكية فرنسا كانت نحيلم لوفوال والتحيلم اللعبية حكي عليها الهوة في الصيف وشي بقر معاتهم ما يحكيوا في البلانتوات بتاعه يحكيوا كان عن مسائل هذية نحيلم كل ما هو معادي الاسلام نحيلم 90% من المواد هم يحكيوا عنها يعني كي تشوف هذية تفهموا انه سمى اختلال كبير بين الوجدان العالمي والعقل الباطني العالمي والوعي العالمي المنتشر اليوم وبين اداء السياسيين والاعلاميين اللي هم يسميهم مقرامشي التكنيسيون والليجيتيماسيون هم خبراء في التبرير لليجيتيماسيون هي معناها المشروعية لكن كان نخذوها من منطق نحكيوا فيها هنا وانتي التبرير انا وانتي نفهموا هذا انا كتبت كتاب اسمولا قال معناها سقوط بغداد والمسر الشرقي الجديد وعندي كتاب اخر بحيز انجنس في هذه المسألة يعني كي تشوف انت جليلة لماند ان هالتي تهبت قم لنووية تقلل 350 ألف وحد في هيروشيما في ناكاثاكي 400000 يموتوا يقولوا ميحكيوش عن الظحاية يحكيو على الثورة العلمية الثورة العلمية انت تقللوا عمية تلف وحد في لحظة الوحيد يستعمل قم لنووية في التاريخ والامريكان يعني بشيواليك يجعو الى المربع والاحنا نعرف هذا وبحكم ان عربه نعفوش كذا شايته عبدالناصر وبومدين وبورقبة وصدام وعبدالكريب خاسم وكل ما هو زعيم وطني تلاعو كفاقته الخذافي وكل شيء بقاتل نظر على كانوا ديمقراطيين ولا ما كانوا رافعين رأية الوطنين نحن ساعة الوطنية تتجاوز تتجاوز الديمقراطية وأقدس من الديمقراطية الوطني غير ديمقراطي خير من ديمقراطي عميري قل كيفاش تقول هذا يا ودي الأوطان حب الوطن من الإيمان ما يتبقى في تاريخ الإنسانية حاشتين هي الأوطان والأديان نحن الأوطان وديان تزال الدول تولس إذا كانت تحيلة دين الإسلام مش يبقى فينا وتولس كانت نحن هذا الوطن حارب عليه يغلطه وحنا بعلو بولقيبة وشكري بالعيد اللي نوعا ما فيهم شخصيات ما كانوش ديمقراطيين نسي 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 مهم جدا الوطني ولم يلعب القادر في النزيل ثوانترس السنوات هو يقاوم في الاستعمار الفرنسوي ولا الدغباج في تونس نتفعل معك سفيان في نقطة مهمة جدا هو فهم العشرية الأخيرة ظهرت فيها من بعد حرب العراق ظهرت الصحافة البطيئة عودة برزة من جديد عودة طلعت وعودة حاسبة حكومات وحاسبة توني بلير في الوقت ذاك كانت تتفكر وحاسبة برشا وعدات ناس إلى مذاب التاريخ وعدات ناس على المحاكم هذي هسلو جورناليزم هذي هل تشوفهاش امتداد للرواية اللي نحكيه فيه اللي يقوله احنا الرواية زعمة تموت ما هيش مش تموت هذي هذي ضمان للرواية اليوم الرواية هي اللي خرجت أبطال برقيبة وقت اللي تحكي عليه بعد الاستعمار ما اخذاش دور البطل لكن اخذه في الرواية التونسية واخذه في التاريخ التونسي اي هي الحكاية خد كل شي يزول تبقى الحكاية خلافة تحكي على التدقيق اللي صار اي التدقيق اللي صار في سلو جورناليزم اللي اخذه وقته وطاب في عقله واعطاه حقائق خاصة في حرب العراق مغايرة تماما واثبتا خلل للبريطانية تعتذروا واعتبرت انه دخولها في حرب العراق خطأ اي هو الحق هو كلمك صحيح انا لو كنقول رواية مت ما عادش هي الوسيلة العيسية اما تبقى وصيلة اساسية وعليك انا كتبت روايات وحتى عشي سوداء كتبتها في رواية القط والمشل اي شو الاشكالية هنا يعني مثال وقتي خدمت على في سقوط بغداد وعملت شابية الاسو وحارب الالف سنة خدمت على نحكيوا عليه قبلة الحروب الصليبية وكيفين جابوا العرب الحروب الصليبية من الول كان الدهشة كي ما استعمال كي جان تونس الدهشة من الول قاوموا عباد متوا خمسة وتتثين ثم الدهشة ودوهم عشهرات سنوات احيانا لكن فيما بعد تتألف بجموعات صغيرة يتكبوا في جوامة في جوية في نوادي في مواقع هكاية ويبدوا يكونوا في العيام تبدأ معند المثقفين ويبدوا هذوك المثقف العضو يخش بشوية بشوية ويبدأ يحكي في الحكاية الثورة فرنسوية عملوها في نوادي النادي كان فيها نهايته عشر خمستاش عشرين لعب يأكلوا قهوة يوشوا بقهوة يأكلوا شوكولاتها ويحكيوا في المسائل الفكرية وهذا كتب كونديد ورخوا كتب لسكي درواء ورخوا لما يتريك بالغادي وديد رو وعملوا سيكروبادي بشوية بشوية ضربوا المنظومة النوبالية اللي دمت ألف واثناء والمنظومة الملوكية اللي بتحارفة مع النوبالية وعملوا السورة يعني دائما كم فئة صغيرة غلبت فئة كثيرة يعني بشوية بشوية لكن هي فئة نوعية الفئات هذيك الآن سما ناس عليك اليوم كتعمل التيمونياج وتكتب كتاب يعني مثلا كتب تسقوط بغدار البصر الشرقي جديد صفات فرنسا قالوا لي هذا الكتاب ليس مريحا سوريفيلين باقي فامت هذا الكتاب ليس مريحا حالو عينيه يحب نشوف انت كيفاش تستوعب في المسأل وكيفاش عندك خبرية والشابيت اللي والاسوب ومبنزلت إلى بغداد فامت لبذقت بغداد يقول لك كيفاش هو يتخيل المسأل اللي المهم في السياسة والتخيل ذلك مهم السلو جوناليزم هما كما المحاكم اللي تطول القضية لكن تعتيك حقك محاكم الاجتماعية محاكم الاجتماعية وهذي نحكي عليها هيجل محكمة التاريخ الكبرى مثال البنح نحكي أنا وصديقي صحافي وكاتب كبير اللي هو كامل هللي قلتوا سوف صلاح الدين ايوبي يحترموه حتى توا في المخيال الغربي سالة دا ما يخوفوش به يعتبروه شهم قاتلهم وفكر القدس وعمل للبصة وقال بالحراب من ناحية لبت تحرر القدس صلاح الدينه ما ديلك واستشهد ولده شمتي كيما وولد حسن ناصر واستشهده واقبل لابات رجأش وقف عليش ختل ان الحكمة مثل المرأة تحب المقاتلين قال نيش العدو ما يحترم كان مقاتل عرفيت لما استشهد ومات مسموما الضباط في العدوين الحياة وخطي يعفوه مقاتل عما العملين تحمل جلبي مزبلة التاريخ كما قال هتر قالوا من اكره الناس كريق قريب من يخونه وطنه حتى وان يخدم البانيا تبتين بابردل وبالتالي مهم جدا لانه التاريخ لو عامين وثلاثة وعشر وخمسة وثنين حكاية فارغة في ميزان التاريخ الحرب الصليبية اللي ما كنا حكيو عليها دابت ميتين وثنين يعني بديت عام الف ثمانية وثمانين وفات عام الف وميتين وثنين ولا حاجة كهاك يعني دابت قرلين من زمن في اللاخل الدسرة تبشات اللي هي حروب استعمالية باسم الدين باسم نعود انفكوا للإسلام هذه المناطق التي فتحها الإسلام وهي مناطق المسيحية دخول أوروبا إلى شمال إفريقيا مثل ألمبي لما تخل إلى دمشق شقال أول جملة قالها قال هذا هو هذا معناها السأر ضد صلاح الدين الغرب لما جاءوا الشمال إفريقيا قالوا الشمال إفريقيا مسيحية وهذا بشق ذو على الإسلام اللي تخلذها حتى بعض المؤرخين قالوا كتبوا عملت فمسيون ستين وقتقلت لجزائر قالوا إن المغرب العربي قد خانا الرما وهي قد تاج ابنة الشرق اللي حاربت الرما ابنة صيدة وصور نعم بشواليك اللي التاريخ مهم جدا الوعي النوعي كمالا وانت لخذ متوا قال شسبو اللي يكتب طبعا الاستبداد ومصار الاستعباد الكواكب قال كلمة حقا وصرخة في الوادد إن ذهبت اليوم مع ريحي قد تذهب غدا بالأوتادي أو ستذهب غدا بالأوتادي اليوم يقول كلام لكن بشي قر وبشي أثر في العباد وتكون الإلعام بشوية بشوية كمالا عم تشترز عليك حسنا سلام لك لها قال كلمة رهيبة جدا الختام نحن نغلبه بالضربة القاضية نغلبه بالنقاط يعني بتاركو بيت بتاع التجرب جي انتقى شيخ تونسي جي قاعد تحت شررة في عين الرحمة يبدأ حكي لك على الدغباشي ويحكي لك على بولغيبة ويحكي لك على حشيد كذلك بدنا على الأغنية اللي عملتها ملاها من جمال على حشيد فهمت خبر المامات اقصد العربي في فرحات فهمت ملاها هكا خلت القصيدة عدوه في مسلسل غادة دايول في لحن حزين جدا شوف هذكا يبقى في التاريخ خمسة هي كانت عمل صحفي هي كانت عمل صحفي هي كانت بلاغ بلاغ للسجناء مدارة الأغنية ونتغنات هي كانت عمل في السجون داي كانت عمل صحفي هذك بلاغ حكومي بلاغ عسمي احنا في مجتمعات الطفلة قبل كي كانت تبدأ عندها مشاكل مع راجلها في مكثر ولا في وظرف يجيبوها للدار يشوف المرقوب يعرف بنته تعاني تصور المرقوب ولا الضربية عندها أجمع عندها ترقم تاواصل واتصال رهيبة جدا وبالتالي باطلية تلعب على العقل الباطني وتلعب على الرمزية في مجتمعات متاعنا احنا فيها بوكو دوسامبوليرم وبالتالي الحق هذا معاوى وانه نواصل هذا العمل هاو شوف كيفاش وانتي دير الشباب الفلسطينيين منذ حوالي سبعة ثمانية عشر سنوات تبدأوا يحذروا في العملية الاعلامية هذي وبدأت في بلسطين تبدأ متعدي في دمشق ولا متعدي في بلدين ولا متعدي في جينيف تروف في جبل كما تتعدي في تونس في بلسطين ومكتوبة فوق جبل زغواني لو هالناس بنتعديوا ما يسلوش حالتونسول حالتلأمل بشوية بشوية نهاتي بدأت العملية ظهر هذي التعاطف لنوخد مع السبليمينال بشوية بشوية الادب المقاومة وبدأ غسان كلافاني وغسان كلافاني اللي قتلوه صهاينة في صيدة فجروه هو بالتخط وطفلة صغيرة في صيارة لانو مفكر لانو اكتب روايات متى بقى لكم عمرو محمل بارودة ولا كالاشتيكوف ولو كان هو ولو كان هو مع الغبها الشعبيات ولكن حملها ما اختر من البارودة نعم ولا حملها الفكر ختلوه نفس الشيء الآن هم يحبوا يختلوا الفكر اليوم الفكر الفلسطينية تغاد في العالم وعليك نطلب الاخوة الفلسطينيين بيش يتحلوا بحاجتين اولا يبقوا يحافظوا على هذي الكابيتال سمباتي معنا هذا التعاطف الدوني لادو خوذوا مترد جبل تتهد حتى سمباتي ثمانيش احزاب في تونس انتشرت وطلعوا طلعت كم العاليزة الشعبية بعد اندفت حاجة لولا وقت يبدأوا يشري وبيعوا يشري ثانيا ما يدخلوش في الاحتراب الداخلي ثانيا يرقوا انشاء كما قال عرفات انا بولقيب الذي يفتش عنده قول يلزل بتعرف تلبس كسوة بتاع الدبلوماسي بتاع المفاوض ومتاع النقص مدرح ونقص ويجي نعملوا اتفاق لكن الاتفاق فيه حقوق الاتراثية والمشروع ولا حيادة عنه يلزل بتعرف كيفاش يلزلو ثمانية سنبحوا الحرب وخصوا الدبلوماسي منهم مثلا كليمونسو في فرنسا ولا منهم ودرو ويلسون برمالباح الحرب عميلولو لكن اختار المتابر فلساي دوك المشكلة هي هذك يجب ان تتحلى تار كيفاش اليوم ربي اعطاك في شهرين من الزمن قضية احدى نفسها ولادها يبدونا نأيسوا نقولوا القضية عندها 75 عام فلسطينيين بقسومين حفاتحويين في غادي وغزوين هنا ومعارك في عين الحلوى وشهدائي فيما بينهم نعم شيت القضية ربي اعطاك معناها في ايام قليلة جاتوا فضل اكثر قلب المعادلة الكونية بكلها شبتي وربحت انتي في النورفاجي اليوم في الليزيسكي بو في 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 استراليا في كيانو سهيوني نفسه في جنوب افريقيا في بلدان تبع تبع كيانو سهيوني دول اوروبية عليها كيما بلجيكا واسبانيا واللندا وغير يعني في العمق في اليونان في ايطاليا اليوم حتى مسؤولين مخسين المواقف مع القضايا جي انتي تبدو بنتجمش 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 بنتسمح لنفسك لا يسمح ذاك التاريخ وهذه المسؤولية الرئيس كذلك عباس لاني الخبرية الباتخ وانا سمى بريطانيين قادين اليوم في الظفة الغربية يكونوا في جماعة عباس الاستلامي غدا يحبوا يدخلون في حرب كيما صارت عام 2006-2007 ماتوا بين 400-700 فيما بينهم حرب أهلية وماتوا وصبا ماتوا فلسطيني ولي يقتل واحد يجد ويقول الله أكبر يعني كانت الصور مدمرة لانه انتي وليما عادش حابه يشوفوها الصور هذي لا تناساوها علاش على خطرها السقوط الآن انقلاب الصورة وهذا التعاطف لعطاه ربي مهم جدا وعطاه التاريخ وعطاه الشهداء وعطاه الأمة الثكرة لدفرة أولادها ورجل الكبير الذي فقد 36 من عائلته والصحف الذي فقد 21 من عائلته قعد يخدم برابات الجائش والفلسطيني الذي رجع إلى العصر الحجري لكن تجلى اليوم كما قالوا قالها وأبناء البولجوازية والإستقراتية في الماليكة في نوسانجل يحملوا في سوال تشاكي فالا نوسامتوس غزا الناس كلهم يقولون نحن غزة لكن نكثر من هذا يقولون نحن فلسطين ومعملوا حرب على غزة لكن التعاطف فلسطيني شي لاغيب اليوم بالإستاين فري بالإستاين وما بين النهر إلى البحر أو السعار هذا ومعمل سعار الصهاينة هما من من النيل إلى الفولات من النهر إلى البحر تعافظم صاروا يقولوا البحر يحكوا عن نيل حالوح على البحر Thaam Thai إسف الشيسهم إذين كل يضحك تقولوا البحر هو البحر هو هما يسببوا البحر لنين هما من النيل إلى الفولات وليس بالنهر الأردن إلى المحر المتوسط من الليل الفورة هذيك الدولة المشروحة متاع إسرائيل الكبرى إيرتس إسرائيل وعلى ديور المعبر يسمينه إيرتس هو إسرائيل الكبرى وبالتاني هذا الشعر والله فرم ذريفر تو ذي سي بالستاين ويل بفري يعني حتى شعر اللي هم عربتوه قلبوه لعبان شي رهيب لو راي شعوب تصنع في أيام أشياء رهيبة جدا راي صورة الراجل اللي هزا ولده في البلاستيك صورة الجد اللي بص الطفل اللي حلها في عينيها ويقول هذيك روح الروح صورة الأطفال اللي يكلموا في أسابيهم على أشلائهم في سيقه في يده في غيره بش يعرفوا لهو لو استشد راي سوال إنجيلية سوال تقرأها كان عن سيدة أيوب صبر أيوب تقرأها في سيدة سيدة يونس لما كان في ظلمات البحر وظلمات كرش الحوت وغيره لا إله إلا أنت سبحانه كأن كنت بها وهذا العطاة الشرعية الشرعية الأخلاقية للقضية الفلسطينية كيك سواء بالتعامل بتاع حركة متاعب الكتائب القسام أو من الشعب الفلسطيني في حد ذاته اليوم نتفرج حتى في الوسائل التواصل الاجتماعي تشوف على فيديوهات في تيك توك وغيره على اليوتيوب يقول لك هو محمل ولده ميت ويقول الحمد لله صغير شكرا وما فلماش سمى ناس دخلوا الإسلام بدك قالوا بهذا الدين لا يريدش عن الناس لأنه الإسلام آآ معناها قالوا يا رب لا بيقولوا يا أمريكا الخرقية في سلطة البقرة معناها آآ معناها لا يكله الله نفسي إلا وسعها آآ لهمها بكسبت ربنا معناها سمى دعاء كميل في الاخل واخفوا عنا واخفوا لنا والحمنا أنت مولانا ومعناها وكيفاش معناها رو ولا تحبل علينا أسركا حونتوا لنا لذينا من قبلنا فهمتوا واخفوا عنا واخفوا لنا والحمنا يعني بشي وليك أنه المسلم حتى تعرف كال يونج كتب كتاب على سيدنا أيوب يقول سيدنا أيوب علش تعذب لأنه بيعزمنا الشيطان وعليش صار فيها ذاك الكل يعني بشي وليك وأنه رو الإسلام واختي يبدأ ناس يعفك كفاش يتبناوه ليس الإغراض سياتوية أو الإغراض فئوية يعطيك قيم يعطيك قيم وتلقى فيها قوة الصبر فهمت أنه ما تنظر لما تبع الذكرى وخشى رحمنا بالغاية فبشروا بمعفلت لأنه أجل كريم يعني الإسلام يقول لك لو بتعلكش يشو بسيسيل فإن اليهالي ولو أصبر ورب يمتحنك فهمت ولو الإنسان اللي قال وهو شتره ويقول الحد لله خلا ناس دخلوا الإسلام ولو يخلوا في قرآن وقلوا فيه معناها وغدوة تلقى يمكن إيمان بشي تردوا من الإسلام ختقولوا لاتي بشي وسلم كمهين بغير شوف القيم الروحية والقيام الأخلاقية والقيام معناها الإيتيقية لدى الشعوب التي تصلحها الشعوب بس نوعيش مثقفين المثقف المهي يقعد كفاش يقتنس اللحظة بشي فهم أو يستلهم يستلهم منها أما الشعوب معناها يسميها الشعوب لها إيديولوجيات وماليسوها كيما التونسي يجي ثم واحد منهم قال قال ديول هذوم المسلمين قال عاش في بلادهم قال يقولوا السلام عليكم معناها يفشي السلام لو تطلع في مترو تقول السلام عليكم يرهب يعني تعرف بسم الله حالك يخلوا مفاتش يقولوا بسم الله يدخلوا في بابا يقولوا بسم الله يبدوا برنامج يقولوا بسم الله قالوا لا هذا وتحت بهم الطائرة قالوا لا هذا نهابي ما يفهموش العقلية متاعنا يعني شوف الناس ربطت الجائش والقوة والإيمان والعقيدة و ثم واحد شتة وثلاثين من عائلته تبدوا ورغب هذا يقول أنا متمسك من قضية فلسطينية وحبو يلعبوا على الشعب هما يضربوا في الشعب بش يدول على على حمير وكل عائلة عندها واحد في حبس بش يدول على عائلتها بش يوليك بهم مش فاهمينهم دونك اليوم يجب أن نقترس هذي الفترة التاريخية كما عملنا حرب بطولية وانتصرت فيها المقاومة فلسطينية مهما كان وانتصرت فيها فلسطين وقلت أنت سمع بعض أخلاقي جديد أنا نسميها قداسة جديدة النوفيل ساكريتي سمع تقنسفير ساكريتي قبل لكي تقول اليوم الزحية هو فلسطين الشواء هما فلسطين الهولوكوست هو الفلسطيني لأنه اكتملت الصورة واكتملت بشعة تبدلت اكتملت بشعة ونلعب ما قولت وأنه التكنولوجيا لا تغرب التاريخ يغرب القيم تغرب الشعب الفلسطيني يتعدى عليه منذ نابوليون وهم يتعملوا فيه ويضربوا فيه ويقتل فيه عنده قدرة على إعادة اختلاع ذاته وعلى التجاوز والنهوذ والوقوف كما كالبوكسور كما تفكر الفلسطيني يضربو يضربو وكأنه به شعب يعني خلق لإعادة التشكل يخلق باش يعاود يتشكل في كل مرة من أيامات الدولة العثمانية بل حتى ما يجيهم من أحب الباسة جزائر هم شعب خلق لقاوهم عاود يشكل إنسانية جمعها اليوم الناس يقول نحن فلسطين أكثر حاجة تتلبسوا اليوم الكفية الفلسطيني دير السهاينة وغيره والدوائل منعوا كل حتى في ألمانا في ألمانا الناس كانت كفية أنا خد من جموشي منها هايف ولا ألم لكن القضية أصبحت فكر اليوم عاشر تمنحها اليوم فكر تكون حتى داخل إسرائيل حتى داخل إسرائيل قادرة تكون فكر اليوم الغناء الأغنية الفلسطينية والأغنية والمقاومة حتى تتغنى اليوم حتى تتغنى بجميع اللغات العالم حتى تتغنى حتى في وسط الكهياء هذي هو التاريخ وهذي مكر التاريخ اللي يعطي أشياء جديدة وأيامات كما جون ريد لما كتب كتاب عشر يام هذة العالم على الثورة البلتفية هذا شهر قلب موازين القوى الكونية واضح هذا شهر قلب موازين القوى الكونية خليكم مع الجملة هذه اللي مش نعود وننتلقوا بها وباشرة بعد الأخبار